موعد موضوع النشرة حيث قدمت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026 الخميسة المنصر ملف الترشيح المغربي لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وذلك في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية في موضوع النشرة نصرط الضوء على تفاصيل الملف وانعكاساته المحتملة على البلد ومن أجل ذلك ينضم إلينا محمد المجدوب صباح الخير محمد إذن ماذا عن تفاصيل هذا الملف والكلفة تحديدا هذا الذي يسأل عنه هو ملف طموح كما قلت محمد قبل ذلك وسيتطلب تنزيله غلافا ماليا يصل إلى 15 مليار وثمانمائة مليون دولار أي حوالي 158 مليار درهم منها 3.2 مليار دولار سيتم استثمارها من طرف القطاع الخاص وهي موجهة أساسا لبناء الوحدات الفندقية لتكون بذلك ميزانية الاستثمار العمومية في حدود 12.6 مليار دولار بالنسبة للملاعب يقترح المغرب على الفيفا 14 ملعبا للتباري إضافة إلى 130 ملعبا للتدريب على صعيد ملاعب التباري فهناك خمسة ملاعب جاهزة وسيتم تجهيزها أو توسعة طاقتها الاستعابية ويتعلق الأمر بملاعب مراكش وأقادير وفاس وطنجة والرباطة فيما سيتم بناء تسعة ملاعب جديدة اثنان في الدار البيضاء وواحد في كل من وجدة وتطوان ومن ضمن الملاعب الجديدة خمسة ملاعب قابلة للتفكيك سيتم بناؤها في كل من ورززات ومكناس والجديدة والناظور ومراكش وإلى جانب الملاعب سيتم استثمار القسم الأكبر من الميزانية المقترحة للبنية التحتية وهنا الحديث عن النقل والإقامة والوحدات الصحية والسياحية الاستثمارات في البنية التحتية تقول لجنة الترشيح إنها ستتطلب لن تتطلب أي جهد مالي إضافي من الدولة على اعتبار أن إنجاز الأوراج غير المبرمجة لا يمثل سوى 4% من ميزانية الاستثمارات السنوية إلى غاية 2026 هذه الاستثمارات مهمة سيكون لها وقع وتأثير على العديد من المجالات نعم المجالات الرياضية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية فالمشآت الرياضية ستتعزز ببناء ملاعب جديدة وهو ما سيكون له وقع إيجابي على النهوض بالممارسة الرياضية وربما احتضان مواعيد رياضية مقبلة كما أن الاستثمارات المتضمنة في ملف الترشيح ستساعد على دعم البنية التحتية الوطنية وهو ما سيكون له انعكاس هام على تحسين جودة حياة المواطن المغربية ودعم التنمية السوسي اقتصادية في البلاد وبالنسبة للانعكاسات المباشرة فلجنة الترشيح تتوقع إحداث مئة وعشرة آلاف منصب شغل سنويا فضلا عن تحقيق أرباح تصل إلى مليارين وسبعمائة مليون دولار وفوق كل هذا فإن قطاع السياحة سيكون من دون شك الأكثر استفادة من خلال قدوم آلاف وربما ملايين لمتابعة مباريات المونديالة وستكون فرصة لهم للتعرف على المغرب وربما معاودة زيارته لاحقا نعم محمد هي معطيات مهمة ووافية كذلك لكن برأيك ما هي أبرز نقاط قوة الملف المغربي؟ هناك نقاط قوة كثيرة تتحدث عنها اللجنة وكذلك المهتمون بالشأن الرياضي فبالإضافة إلى الملاعب والبنية التحتية المغرب يتوفر على نطاق زمني وحيد وجيد هو التوقيت العالمي جرينيتش وهو ما سيسمح للعديد من الدول بمتابعة المباريات على الهواء مباشرة وما يعني ذلك من أرباح يمكن أن تحققها الفيفا من خلال حقوق النقل التلفزيوني بالإضافة إلى التسهيلات أمام مشجعي المنتخبات لزيارة المملكة حيث أن هناك سبعين دولة غير خاضعة لنظام التأشيرات فضلا عن قصر المسافات بين الملاعب والمدن المحتضنة للمنافسات والتي تقع على بعد لا يتجاوز 550 كم عن الدار البيضاء مركز النقل الجوي العالمي وهذه المدن مرتبطة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة عبر الطرق السيارة بنسبة لأغلبها وكثيرك وكذلك بنسبة للسكاك الحديدية وتتواجد بكل هذه المدن مطارات وهو ما سيسهل مأمورية تنقل اللاعبين والجمهور وفضلا عن كل هذا شغف المغاربة بكرة القدم وحسن الضياف والاستقبال الذي يتميز به المغاربة وهنا لا ننسى أن المغرب يمثل قارة بأكمله هي القارة الإفريقية وهي فقط المرة الثانية التي إذا نجح المغرب سيتم تنظيم كأس العالم بها بعد كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا ونتمنى كل التوفيق للترشيح المغربي لاحتضان كأس العالم 2026 شكرا لك محمد المجدوبي